بسم الله الرحمن الرحيم ابناء طلبة وطلبات الصف الثالث الاعدادي اهلا بكم ومرحما في حلقة جديدة مع قناة مستر اسماعيل حلمي هنبدأ دلوقتي شباب الدرس الثالث والرابع رحلة التلم الثاني مع الواحدة السبعة قبل ما نبدأ ايدك اعذر لايك والشير والسبسكرايب عشان القناة توصل لكل اصحابك وتنتشر ويستفيد زي ما انت بتستفيد ويلا بينا لنرى الفوكاب بتاعتنا كلمات 3.4 قبل الحلقة فاصل معناها حفرية فاصل حفرية نوع أو انواع أو فصال وعنده بعد كده , ريموت معناها بعيد أو نائي عندي , اتعامل ، يعامل معنى ثالث معنى يعالج اونار مالك دي فورستيشن معنى إزالة الغبات دي فورستيشن معنى إزالة الغبات وعندي بعد كده بريزيرفد بريزيرفد معنى محفوظ بصفة وعندي كلمة لينث لينث يعني طول دا الاسم من كلمة طول لينث طول ستيبلز استبلاط الخيول كارياج كارياج عربية تجورها الخيول كارياج ويل حوت لايت هاوس منارة لايت هاوس يعني منارة ويلا نشوف بقية الفكاب بتاعتنا عمدين هنا كلمة فلد فيضان ساوز ويست جنوب غربي لاتست الاحدث وانث مرة او دات مرة وعند كلمة كروكودايل تمساح انجريديانت مكونات او عناصر موقف او وضع امبيرار امبيرار امبراطور بيلدر عام البناء سبيشال سبيشال يعني خاص او مميز فاميلي فصيلة او عائلة جار بارطمان او ابريق وروف يعني سقف ريبير يصلح اابولو دوراس اابولو دوراس ده مؤرخ يوناني اسمه اابولو دوراس وعند كلمة كابتال عاصمه كابتال عاصمه وايت راينو وايت راينو وحيد القرن الابيض بعد كده عندي هنا كلمة بابلش يعني ينشر بابلش ينشر report تقرير او دينجر دينجر في خطر جريك يعني اللغة اليونانية بايبس آنبيب ستاتشو تمثال تمثيل متضمن او شامل وعندي كلمة يتوقع عندي بعد كده بيتي الكلمات عندي كلمة يسحب و يركب او حديقة عامة لها معنين عندي بعد كلمة بافلو جموسة وعندي كمان عمل باسم عندي بعد كده اماكن مشهورة عندي كلمة بورنيو جزيرة في اسيا اسمها بورنيو و عندي مدينة بيترا دي موجودة في الأردن مدينة مشهورة جدا في الأردن من المدن القديمة و عندي جاسفنكس طبعا ابو الهول في الجيزة و عندي داماسكاست مدينة دمشق عاصمة سوريا وعندي هنا فيوم ديبريشان منقفض الفيوم فيوم ديبريشان وعندي يونيسكو ويرلد هيرتيج سايت يونيسكو ويرلد هيرتيج سايت موقع التراس العلامي لمنظمة اليونيسكو وعندي إذا الاهرامات انديا الهند روم مدينة روما كايرو تاور برك القاهرة the great wall of china the great wall of china يعني سورة السنة العظيم بانثيون ده معبد في روما اسمه بانثيون وعندي كلمة قيت باي ستدل قلعة قيت باي وادي العتان ده the valley of the whales او بالانجليش اسمه the valley of the whales وادي العتان ده موجود في مصر بعد كنا نشوف الأفعال عندي هنا become 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 يصبح lose lost lost يخسر أو يفقد take took taken يأخذ swim 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 يسبح choose chosen يختار burn burnet burnet أو burnet burnet يعني فعل منتظم أو غير منتظم وعندي stand stood stood يقف understand understood understood يعني يفهم الديفينيشن عندي هنا كلمة species species معناها نوع أو سلالة a group of animals or plants مجموعة من النبات من الحيوانات أو النباتات of the same kind من نفس النوع عمد كلمة deforestation معناها deforestation الزالة الغباط when all the trees in an area عندما كل الغباط في منطقة معينة are cut down يعني تزال أو تقطع بعد كده عندي كلمة carriage اللي هي عربة تجورها الخيول something the people travel in حاجة الناس بتسافر فيها in the past في الماضي is pulled by a horse تسحب أو تجر بواسطة الحصان أما كلمة owner معناها مالك the owner of an animal is a person who has put it مالك الحيوان هو الشخص الذي اشتراه صاحبه مالكه أن stable الخيول a building where people keep horses هو المبنى الذي أو مكان يحفظ فيه الخيول treat يتعامل أو يعامل وبتيجي طبعا بمعنى يعالج زي ما قلنا if you treat someone well عندما إذا أنت بتعامل شخص بشكل جيد you are nice to them أنت بتكون لطيف معاه أما كلمة destroy معناها يدمر damage something so badly أنك تدمر شيء بشكل سيء that you can't repair it ولا يمكنك إصلاحه دمرته خلاص انتهى أما كلمة endangered معناها معرض للخطر put in a dangerous situation يعني يوضع في موقف خطير نجل general notes in reading and listening ملاحظات عامة للقراءة والاستماع عند كلمة species species نوع أو فصيلة من الحيوانات أو من النباتات وهي تشير إلى مجموعة من النباتات أو الحيوانات التي تمتلك صفات مشتركة أو نوع واحد وتعمل تجمع أو مفرد ومفردها ليس species وهنا أقول هنا there are many species of hairs and rabbits and rabbits الأرانب البرية والأرانب العادية بتاعتنا there are many species تخزيبنا الفصائل للأرانب البرية اللي بتعيش في البراري في الغابات وهنا in and rabbits اللي بتعيش معنا اللي بتربيها في البيوت دي فصائل مشتركة number two وعندي in danger وعندي كلمة in danger الفرق بينهم دي هنا space حرف جر وفي فراغ دي معناها في خطر in يعني في lions are in danger of dying out يعني الأسود في خطر من الإنقراض أما in danger معناها يهدد بالخطر ده فعل pollution in danger life التلوث بيهدد الحياة بالخطر on earth على وجه الأرض يبقى كلمة in danger بحرف the e ولازقب بعضها كلها زي ما انتم شايفين يبقى ده اسمه ايه اسمه يهدد بالخطر ده فعل لكن in ومسافة وكلمة danger ده معناها في خطر وده اسم حرفه جر باسم طيب عندي بعد كده رقم ثلاثة international دولي وكلمة national معناها قومي يبقى international دولي يعني بين بعض الدول لما يقول the world cup is an international event يعني كأس العالم هو حدث دولي يعني بين الدول أما كلمة national قومي أو أهلي يعني على مستوى مصر على مستوى الدولة يعني all Egyptians كل المصريين are happy سعداء about our football national team بسعداء بفريق قرط القدم القومي عندي تعبارات وحروف جر هامة هنا بيقول لي in length في الطول hope to يأمل أن أو يتمنى أن along the road على ذات الطريق hard for صعب لي wait for ينتظر look tired يبدو متعبا look terrible يبدو مروع work very hard يعمل بجد للغاية have much better life يعيش حياة أفضل للغاية give some advice يقدم بعض النصائح walk on land يمشي على الأرض belong to يخص أو ينتمي إلى as a result كنتيجة the seven wonders of the world عجاب الدنيا السبعة stay out يظل أو يمكث وعمدي كلمة drive up يصل إلى بالعربية بالسيارة يعني أو بالعربة اللي هي عربة اللي بيجرها الخيول get to it يبتل took for a short time يتحدث لفترة قصيرة drive away يقود بعيدا work for يعمل لصالح أو لأجل travel by ينتقل أو يسافر بي وسيلة مواصلات travel by bus يعني مثلا travel by car burn down by يحترق أو بجانب أو بواسطة وهنا take away by ينتقل بعيدا بواسطة ويلا نحل على الكلام ده ونشوف number one there are amazing a of dinosaurs in the science museum يوجد اه اللي مزهل للديناصورات في متحف العلوم طبعا بيتكلم هنا عن الفوسيلز على الحفريات products منتجات pipes موسير lighthouses يعني منارات المنارة اللي هي زي منارة سكندريك number two fish are in special boxes السمك في صناديق خاصة to keep them fresh عشان تحافظ عليها طازجة طبعا preserved يعني تحفظ الأسماك تحفظ في صناديق خاصة لكي تحفظ عليها طازجة damage dammer repaired صلح treated يعني عالجة number أو عاملة number three the carpenter measures measures يعني يقيس النجار بيقيس the a and width والعرض all the door يبقى بيقيس طول length الطول والعرض بتاع الباب whole يعني فتحة حفرة depth عمق latest أحدث number four that is the biggest sea animal in the world أكبر حيوان بحري في العالم بيتكلم هنا على الدولفن ولا الاوكتوبوس الدرفيلا الأختبوت ولا الجيلفش اللي هو قنطين البحر ولا الويل الحوت بيتكلم على الحوت طبعا على ويل number five in two thousand five الفين وخمسة the fossils at وادي الحيتان الحفريات اللي وجدت في وادي الحيتان we're studied by a team of international دورست ببساطة فريق من العلماء طبعا الدوليين international scientists العلماء الدوليين pilot الطيار و كيميس كيميائي أو صيدالي وعند هنا كمان fire fighters اللي هو رجل اطفاء بعد كده نكمل number six this car should not be هزير عربية لا يجب أن نقاط here should be park لا يجب أن ترك هنا preserve تحفظ publish publish detonture و sell detobher number seven they report about animals تقرير عن الحيوانات and the plants والنباتات that are in danger اللي معرض للخطر يبقى they published هم نشر تقرير discover اكتشف built بنو produce الأنتاج number eight in the past برني of kushary rice and pasta هل يمكنك ان تخبرني بمكونات الرئيسية للكشري؟ قالوا رز ومكارونا يبقى هنا عندي منتجات ومنتجات واسباب روما عاصمة إيطاليا سيتي مدينة كبيرة تسوي مدينة صغيرة منطقة أو مساحة نمبر 11 هل يمكنك أن تعطيني بعض النصائح؟ عن كيف نحن يجب أن نعامل الحيوانات؟ هل يمكنك أن تعطيني بعض النصائح؟ سيتي يبقى أو يقيم؟ دو يفعل؟ ماشي نمبر 12 هذه السيارة تخص ملك بابايا ملك بابايا اللصوص طبعاً اللصوص يهددوا حياة الناس إن دينجر معرض للخطر دينجر يعني خطر إن دينجر دي يعني يهدد الخطر أما دينجر يعني خطير دي صفة خلي بالك كل ما ربين من بعض هنا إن دينجر يعني في خطر وهنا أو معرض للخطر وهنا دينجر يعني خطر دينجر خطر أما دينجر دي يعرض للخطر ده فعل وهنا أو يهدد هنا دينجر يعني خطير يبقى اللصوص تعرض حياة الناس الخطر نمبر 14 هنا إيه هو اللي إيه something that people travel in that is pulled by horse شيء الناس بتسافر به يتم جره بالخيول بيتكلم على الكار لا فير المعدية تراكتور الجرار لا هنا بيتكلم على الكاريج العربة نمبر 15 إيه هو اللي is a building where horses sleep إيه هو المبنى حيث الخيول تنام طبعا بيتكلم هنا على الستيبل اللي هو الاستابلة مكان لوضع الخيول كيف كهف hot يعني بيت مصنوع من الخشب كوخ خشبي خلات يعني شقة نمبر 16 when all the trees in the area are cut down عندما الأشجار اللي في المنطقة يتم قطعوها داي بنسمي we call this بنسمي deforestation إذا في الغابات ولا recycling قاعدة التدوير ولا السجع أو الجناس وعند كلمة transformation معناها التحويل أو التحول طيب نمبر 17 is a group of animals مجموع من الحيوانات or plants أو النباتات of the same kind من نفس النوع بيتكلم هنا على species اللي هي الفصائل نمبر b species معناها فراغات أو مساحات و spices التوابل وعنني slices اللي هي شرائح نمبر 18 the of the restaurant المطعم is Mr. Ali he bought it last week هو أشتري الأسبوع اللي فات بيتكلم هنا على owner مالك المطعم صاحب المطعم هو Mr. Ali هو أشتري الأسبوع اللي فات كشير دوت المكان المحاسبة أو الشخص المحاسب و ويتر الجرسون وكاسمر الزبون أو العميل نمبر 19 if you someone will إذا أنت شخص ما بشكل جيد you are nice to them إنت هتكون لطيف بالنسبال له طبعا هنا treat إذا أنت بتعامل شخص بشكل جيد بالنسبال له هو بقى شيء لطيف create يعني يبدع ويت يضرب fight يعني يقاتل number 12 if I'm sorry number 20 if something is a it's important for some particular reason لو في شيء ما عبارة عن صفة معينة هنا بيكون مهم إلى مجموعة معينة بيكون مهم بسبب مجموعة معينة من الأسباب أو بسبب لسبب معين طبعا هنا رقم 20 يبقى special لو شيء خاص هيكون مهم لبعض الناس هذا special يعني خاص تعال نشوف كده هنا synonyms و antonyms المترطفات 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 بيكون مهمة بيكون مهمة يعني فضيع عكسها amazing مدهش رائع warm quite hot يعني إلى حد ما ساخن cool عكسها معتدل البرودة wet rainy مبلل عكسها dry يعني جاف عندي بعد كده surprise يدهش أو يفاجئ amazing يدهش أو يفاجئ expect اتوقع حاجة انا متوقعها مش اندهش منها يعني عندي بعد كده تم الت surprise قلناها find out يكتشف discover يعني يغطي بعكسها hide يخب discover يعني يكشف او يكتشف او يكتشف او يكتشف او يكتشف او يتجاهل number اللي بعدها endangered في خطر بتسوي endangered معرض للخطر و unsafe يعني غير امن الاتنين بيساوي بعض عكسها في المعنى بقى safe يعني امن وكلمة protected معناها امن او محمي اما كلمة famous مشهور بتسوي كلمة popular في المعنى معروف مشهور عكسها unknown غير معروف او مجهول اما كلمة lucky محظوظ بتسوي كلمة fortunate محظوظ عكسها unlucky غير محظوظ عندي بعد كده كلمة ancient يعني قديم او عتيق بتسوي في المعنى كلمة old عكسها كلمة modern يعني حديث هنا عندنا بقى prefix و suffix البادئات والناهيات هنا ال y بتكون ظرفه من صفة كويكلي يعني بسرعة ال y تديني العكس عارفنا من زمان زي happy or unhappy و kind و unkind و عند ال y بتحول الاسم للصفة زي lucky محظوظ healthy صحي و عندي عاصف يعني بيه رياح و ريني معناها ممتر اما ال ing بتحول الصفة من الفعل amazing مدهج including متضمن او شامل و اتفقنا ان الصفة اللي اخيرها ing بتوصف غير عاقل تعالوا نشوف كده تدريبات على الكلام ده بيقول لي هنا نجيب محفوظ is a famous writer نجيب محفوظ ده كاتب مشهور the antonym of famous عكس كلمة famous مشهور هو ايه unknown يعني غير معروف number two we use prefix بنستخدم النهي البديئة ايه to give the opposite of kind عشان نحصل على عكس كلمة kind طبعا عكس kind ايه unkind number three to give the adjective from the noun luck عشان نحصل على الصفة من الاسم luck الحظ we use the suffix بنستخدم النهيه بنحط y ولكي يعني محظوظ number four the film was terrible الفيلم كان فضيع the antonym of the word terrible عكس كلمة فضيع is amazing يعني مدهش رائع طيب عندي بعكية number five scientist the scientist the scientist found out many facts وجد الكثير من الحقائق about whales عن الحيتان the synonym of found out يعني مراضي في كلمة اكتشف found out طبعا مراضي فيها discovered يعني اكتشف covered غطة discovered اكتشف invented invented invited دعا invented عزمة invented اخترع number six yesterday it was quite hot يعني الجو كان الى حد ما حار مش حر قوي يعني the synonym of quite hot مراضي في كلمة quite hot الى حد ما حار طبعا الاجابة هنا بارد يعني مش حر قوي يعني يبقى ايه يبقى دافئ warm الاجابة رقم D dry gaf wet مبلل cool معناها معتدر للبرودة الجرار بتاعنا language هنا هنتكلم على remember تذكر active passive في post simple احنا خدناه بلي كده زمن الماضي البسيط في صغة المبنى المجهول ومبنى المعلوم طيب هنا هنتكلم على صغة المبنى المجهول في زمن الماضي البسيط عندما يكون الحدث الماضي اكتر اهمية من الذي قام بالفعل يعني الحدث هو الاهم عشان كيف نبدأ بالحدث في الاول اول عندما لا نعرف من قام بالفعل يعني لما يكون الفعل المجهول بنستخدم صغة ال active وال passive اللي هو المبنى المعلوم ومبنى المجهول يبقى الخلاصة المبنى المجهول بنستخدمه لما يكون الفاعل بالنسبة للمجهول انا مش عارفه او الفاعل مش مهم فهيضطه في ايه في اخر الجملة طب تعال نشوف كده الماضي البسيط في المعلوم المجهول بيتكون من ايه انا طبعا عارفيني من الماضي البسيط بيتكون من الفاعل في التفصيل الثاني في الاسبات في المعلوم اهو مستر احمد ايت اساندويتش مستر احمد اكل ساندويتش ده هنا جملة معلوم ليه لان فاعلها معلوم ليه سمية active صيغة معلوم لانها نعلم فاعلها اهو ريهام ووترد ذا فلاورز ريهام روت او سقط الزهور طب لما نحول من المعلوم المجهول حيبدأ بالمفعول اهو اساندويتش الساندويتش اوكيلا بواسطة احمد اهو اساندويتش هحط بعد كده بعد الإسم was aware بعد المفعول هحط was aware وبعد كده تصريف ثالث دي سيغة الpassive في المواضي البسيط في المدرح بسيطة ام واس وار و possible participle تصريف ثالث اما في المواضي البسيط المجهول بيتكون من was aware وتصريف ثالث او possible participle اهو يعني السندويتش أكلة بواسطة ميستر أحمد الفلاورز لجامعة الظهور سوقية بواسطة ميستر أحمد ممكن طبعا أحذف بواسطة ميستر أحمد أما في النافية أحضر بعد الفعل لما يحب أن في الفعل في الماضي البسيط بحط قبليه I didn't wash the car أنا لم أخسر السيارة ده جملة معلوم عشان نفعلها معلوم The farmer didn't feed the animals الفلاح لم يطعم الحيوانات ده النفي في المعلوم أما في النافية أخذ was aware وبعدها not وتصريف ثالث was aware wasn't aware وتصريف ثالث the car wasn't washed by me السيارة لم تغسل بواسطة أو لم تغسل ما تغسلتش يعني The animals weren't fed الحيوانات لم يطعموا أو لم يتم يطعمهم بواسطة الفلاح يبقى هنا wasn't وتصريف ثالث weren't وتصريف ثالث ده النافي في ال passive عندي بعد كده في السؤال هل did في أول السؤال معناها هل في المعلوم وبيجي بعدها فعل في المصدر did علي by the newspapers هل علي اشترى الجرايد did بعدها فعل في المصدر طبعا هعمل yes he did or no he didn't did yara drink juice هل yara شاربة عصير did فعل في المصدر اما في ال passive هبدأ السؤال was or were بمعنى هل ثم فاعل نقل فاعل ثم هنا تصريف ثالث وهنا where the newspaper's boat يعني اين الجرائط بيعت او تم بيعوها buy علي وهنا was juiced was و تصريف ثالث هل العصورة شرب buy yara بواسطة yara الي جابة yes it was or no it wasn't هنا بيقول WHC question اسفال مساعد فعل فعل لما يكون عنده رقم اثنين did والرقم اربعة مصدر يبقى انا في زمن الماضي البسيط where did isra find the keys ترجم اين اسراء وجدت المفاتيح هنا في did ومصدر يبقى انا في الماضي البسيط يبقى she found them هي لقيتهم مثلا under the table هنا who broke this window من كسر هذه النافذة طبعا ده سؤال في الماضي البسيط فعل في تصريف الثاني اما في passive بيكون رقم اثنين was aware ورقم ثلاثة تصريف ثالث هنا السؤال له where where يعني اين where where the keys found by اسراء ترجم اين المفاتيح وجدت بواسطة اسراء who was this window broken by يعني بواسطة من كسرة هذا الشباك او كسرة هذه النافذة خلاص بقول لك لاحظ خلي بالك لاحظ عندما يبدأ السؤال باداة الاستفهام هو نضيف حرف الجر by بعد الفعل في صيغة المبني المجهول لو انا بقى السؤال في المجهول ف اه في الاخر خالص بعد الفعل اضع كلمة by يعني الفعل ده تم بواسطة مين تمام that are in dangerous in danger اللي في خطر was published لا طبعا ده بيقول لي هنا ايه نشرة يبقى عايز هنا ايه تصريف ثالث published 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 ايه دي number two bitter news اخبار افضل طبعا هنا news خلي بالك هي اخبار بالعربي لكن بالانجليش دي مفرد where shared يعني تمت مشاركتها لا دي another report مع تقريض اخر هنا number three these pictures هذه الصور where painting لا لا هذه الصور وير وتصريف ثالث هذه الصور وير لونت او رسمت by her dooters بواسطة بناتها يبقى هنا الاجابة هذه الصور الانجليش يبقى painted يعني رسمت او لونت painted number four the first pantheon اول معبد in rome built بنا in around twenty seven before christ في حوالي 27 تبعا before christ تختصر لكلمة قبل الميلاد طبعا هنا البنثيون مش هيبني بنية يبقى الاجابة was عشان ده مفرد was built يعني بنية في الاجابة تكتب الكلمتين was built number five رقم خمسة we don't know how the stones for the pyramids نحن لا نعلم لا نعرف كيف حجارة الاهرامات بيتكلم عن حاجة جامعة هي carried يعني حملة تجيزة لا حملت الى الجيزة يبقى الاجابة we're عشان بتكلم في جامعة we're we're carried يعني حملت او تم حملها number six long ago منذ وقت بعيد camels الجمال cool يدعى او يسمى ships طبعا كل يعني ينادي او يتصل او يدعى او يسمى ships of desert سفن الصحراء by some people بواسطة بعض الناس طبعا هنا الاجابة we're cold يعني كانت تسمى أو سميت we're وتصريف ثالث we're cold number seven we don't know when Petra نحن لا نعرف متى مدينة Petra اللي في الأردن did فعلت named one of the of the new seven wonders of the world واحدة من السبع عجائب للعالم طبعا الاجابة هنا مش did named اللي جابة was named يعني سميت was named يعني سميت بيتكلم على مدينة واحدة سميت ثالث here number three because of last week's floods بسبب فيضانات الأسبوع اللي فات بتكلم على جمع in India في الهند a lot of houses الكثير من المنازل destroyed دمرت destroyed يعني دمر لا أنا عايز أقول دمرت يبقى هقول ايه we're عشان بتكلم على جمع وبعد كده destroyed يعني دمرت تم تدميروها او دمرت number nine in the last 100 years في آخر مئة سنة بتكلم في الماضي we lost lose more than 100 species we we طبعا دي جملة معلوم خلي بالك المعلوم هو الفاعل معلوم هو يبقى we lost نحن فقدنا تصريف ثاني عاد مودي بسيط number ten كايرو كايرو تاور برج القاهرة is designed by يعني صمم بواسطة عندي نعوم شبيب in 19 ده اسم المهندس اللي صمم برج القاهرة in 1956 في سنة 1956 خمسين دي سنة عدت يبقى أنا بتكلم في الماضي البسيط يبقى is designed تبقى was designed يعني صمم number 11 بيقول لي هنا in the past في الماضي fish السمك could everyday السمك كان يتم من صيده كل يوم بتكلم في الماضي والسمك هنا سيغة تجمع عشان بتكلم عن نوع السمك يبقى يقول ايه where could يعني تم يتم صيده number 12 what طبعا السمك لو بتكلم عليه عن كأنه لحم طعام بقى مفرد لكن هنا بتكلم عن أنواع السمك 12 what unusual material ما الأنواع الغير معتادة أو الماضي الخامل غير معتادة was التي استخدمت التي استخدمت in the building في البناء of the great wall of china في صور السين العظيم طبعا كان جاب لنا في المعلومة انه في مادة استخدمت اللي هي rise الرز استخدم في بناء السين العظيم صور السين العظيم ده في القراءة عندك يبقى الإجابة was used يعني استخدمت was used ما المادة التي استخدمت number 13 how did fish preserved in the past كيف السمك كان يحفظ في الماضي بيتكلم برضو على أنواع السمك يبقى الإجابة where كيف السمك حفظة في الماضي number 13 a tree was planted السمك زرع السمك sorry الشجرة زرعت a tree was planted by the farmer يبقى الإجابة by بواسطة الفلاح number 15 the first Olympic Games were أول ألعاب أولمبية were holding لا هي held أقيمة in 776 before christ 776 قبل الميلاد يبقى الإجابة بتاعته were held يعني أقيمة تصريف ثالث أما آخر جملة عندنا هنا رقم 16 the telephone invented by Graham Bill التلفون اخترع لا اخترع يبقى was التلفون invented was invented يعني تم اختراعه أو اخترعه بواسطة garaham bill بعد كده عندي general exercise على lesson 3 و 4 كاملا الديالوج بيقول لي finish the following dialogue ayman is talking about وليد about rome ايمن بيتكلم مع وليد عن روما اللي هي عاصمة إيطاليا بيقول له هنا ايه بيقول له هنا ايمن بيقول له which city or city which city do you like most انهي مدينة بتحبها اكتر يا وليد قال له روم روما راح سأله سؤال قال له yes i do i do known روم فسأله قال له ايه هل انت تعرف روما do you know روما قال له اه انا اعرفها يبقى قال له ايه روما روما هل انت تعرف روما اللي هي روم قال له yes i do known روم هنا دو معناها بالفعل خلي بالك هنا i do known روم انا اعرف روما المعروفة المشهورة ورح سأله هنا سؤال قال له no i have i haven't put no i haven't but i hope to visit it oh one day لا لكن انا اتمنى ان انا ازورها في يوم الايام بسأله قال له ايه هل انت زرت روما من قبل have you been been يعني راح ورجع have you فاكريين been to لقد نترمي اللي فات have been to ورعن زهبة وعادة وhave been gone يعني زهبة وما زالة هناك have you been to روم هل انت رحت قبل كده روما زرتها قبل كده قال له لا but i hope to visit it one day او ممكن يقول له have you visited روم before have you ever visited روم دي صح و دي صح هل انت زرت روما من قبل أو have you been to روم الاتنين صح قال له لا بس انا اتمنى ان انا ازورها راح بعد كده قال له how many people live in Rome كم عدد الناس اللي بتعيش في روما هيقول له مثلا twenty point seven million people live in Rome يعني اتنين وسبعة من عشرة اتنين و سبعة من عشرة two point seven million مليون people they live there أو twenty point seven million people جيت الجبه لفؤد النائل من هنا من تحت قال له يا 2.7 مليون بيبو بيعيش هناك What is it famous for يعني هي مشهورة بايه هيقول له هي مشهورة بالكوليسيوم هيقول له it is famous for the coliseum أو على طول the coliseum ما اللي هو الكوليسوم the coliseum coliseum اللي هو المكان اللي بيكون فيه جمهور بيقعد يتفرج على البطلات أو اللي هي القتال اللي بين الناس المباريات القتالية عندي بعد كده هنا ايمن قال له Who built the coliseum من اللي بقى الكوليسيوم ده Not but I think the emperor The Spacian built it in دي طبعا بعد الميلاد ميلاديا طبعا هو بيقوله طبعا أنا معرفش I don't know أنا معرفش لكن اعتقد ان الامبراطور The Spacian built it بناء سنة 27 ميلاديا يبه هيقول له هنا I don't know أنا معرفش I don't know أنا لا أعرف ندخل على السؤال اللي بعده اللي هو In the space عند where was وواز وواز يعني كان للمفرد دول بيتستخدمون في الباسف الماضي Ingredients من كونات وعمدي Owner مالك أو صاحب زبون أو عميل Unfortunately معناها لسوء الحظ Number one يقول هنا yesterday I had lunch I had lunch أنا اتغديت I liked the special soup أنا حبيت الشرب الجميلة yesterday I had lunch in a restaurant مبارح أنا اتغديت في مطعم I liked the special soup أنا حبيت الشربة بتاعته اللي ذاتي طابع طعم خاص And I asked the waiter About its ingredients وسألت الويتر الجرسون عن مكوناتها يبدو رقم واحد وبعد كده I often eat in this restaurant أنا كثيرة ما بأكل في هذا المطعم So لذلك I am popular in it أنا معروف جدا فيه وبعد كده هيقول لي Not When I wanted to pay for the food لما جيت أدفع للطعام I didn't find my money in my bucket لم أجد فلوسي في جيبي طبعا لسوق الحظ Unfortunate يعني لسوق الحظ لم أجد فلوسي في جيبي وبعد كده My money stolen Or forgot it in whom يبقى هنا بيقول هل فلوسي سرقت هل فلوسي سرقت أولا نسيتها في هذا السؤال طبعا طبعا My money ده مفرد هسأل عنه بواز لأن My money الفلوس لا يتعد هل فلوسي سرقت ولا أنا نسيتها في البيت I didn't know أنا ما كنتش فاكر ما كنتش عارف But I promised the restaurant لكني أنا وعدت المطعم Not to come back tomorrow and pay The customer A The customer owner وعدت صاحب المطعم أن أنا أجي بكرة بالفلوس وأدفع الفاتورة Number one If you choose Is something that people travel in شيء الناس كابتتسافر فيه That is pulled by a horse يسحب أو يجرب وسطة حصان هنا بيتكلم عن Carriage العربة Ship سفينة Ferry المعدية Aeroplane الطائرة Number two محمد صلاح Is a popular football player محمد صلاح هو لعب كرة قدم مشهور The synonym of the word popular يعني مراضي في كلمة popular طبعا عكس مراضي في كلمة مشهور معروف يعني اللي هي فيه مشهور معروف مشهور بيقى الاثنين بيقى بعض في المعلم An-none يعني غير معروف Soft يعني نعم أو لين و Hard يعني صلب ثري بلاستيك 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 يدمر The wildlife يعني بيدر البيئة أو الحياة البرية The antonym of damage يعني عكس كلمة damage Is عكس كلمة damage طبعا يدمر يدمر excessive يعني ينقذ saves Distress يدمر برضو repeats يكرر و Hurts يعني يؤذي عندي بعد كده رقم For To get the adjective from the noun health عشان تحصل على الصفة من الاسم health هنا We use suffix بنضيف إن هي healthy y صحي We use prefix بنضيف البادئة a To get the antonym عشان ندي مضاد كلمة happy طبعا unhappy يعني غير سعيد 6 عمر is nice to علي عمر طيب مع علي أو كويس جدا مع علي this means he not him will ده معناه ان هو treats بيعامل treats him will يعامله جيدا studies يزاكر ignores يتجاهل surprises معناها يدهش أو يفاجئ بيتكلم على short story about short story you have read recently قصة قصيرة قرأتها مؤخرا أو في الأهم القليل الماضية موجود في نهاية الكتاب خلصنا الدرس الثالث والرابع كاملا بسرعة عيدك اعزال like share and subscribe عشان القناة تصل لكل صحابك وادعمنا بالlike علشان القناة تنتشر ولو عندك أي comment أو تعليق تبقوا لي في التعليقات كان معكم مستر اسماعيل حلمي انتظرونا في الفجات القادمة شباب وأتمنى لكم التفيق والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته